على وجه السرعة يعلق السياسي المستقل محمد توفيق علاوي على مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخرزادة بأنه إرهاب دولي يعيد الرفض والإدانة على فعل شنيع لا يقصد من ورائه غير صناعة التوتر وأجر المنطقة إلى مستقبل الخوف الاقتيال ليس الأول من نوعه بل راح ضحية الاقتيال علماء بارزون في الساحة الإيرانية هنا نقطة الالتقاء دوما ما بين الفوضى والعراق حيث أن التداعيات الخطيرة التي تجر البلاد كما في كل مرة إلى لغة الدم وتصفية الحسابات يتجرع البلد نتائجها على ساحته المكتظة بالتوتر من الأصل الجانب الإيراني الذي يتوعد بالمعاقبة وعادة ما يكون العقاب شرسا للرد على عملية اغتيال وتصفية بعد أن اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني إسرائيل باغتيال زادة في المقابل فإن العراق يقع دوما في دائرة تصفية الحسابات بين الدول وهو معيار أصبح في فلك الحسبان عند بعض تلك الدول يحدد نفوذ دولة ما على أخرى وهذا بحد ذاته ما يبقي سيادة العراق في فلك التهي والابتعاد عن بوصلة الاستقرار الأمنية والسياسية سياسة واشنطن القائمة بعقوبات شديدة تفرضها إدارة ترامب والوقت المتبقي في إدارته يمنح تفسيرات مخيفة تتعلق بحسابات قد ينهيها ترامب بإشعال فتيل التوتر إذا ما أقبل على قرارات صعبة تصل إلى حد مواجهة مباشرة مع إيران ما يلزم جهوداً واسعة للمؤسسات الرسمية العراقية على النائي بالبلاد بعيداً عن أي سيناريوهات مقبلة قد يكتبها بعض المخربين الذين يصطادون مثل هذه الأحداث ويستخدمونها لصالحهم بتجهيرها ضد العملية السياسية التي تحاول بغداد بحكومتها أن تخرج من عنق زجاجة الفوضى لتسير بعجلة الإصلاح السياسي والاقتصادي وإنهاء تصفية الحسابات على أرضها وخسارة أرواح جديدة تذهب ضحية رصاص السلاح الخارجي الموجه على رؤوس العراقيين